بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس في هذه الشريحة بعض الأمثلة على طريقة غوث زايدل التي تعتبر من الطرق المباشرة ومن الطرق السريعة فالمثال الأول يقول أوجد بطريقة غوث زايدل حل الجملة التالية أوجد بطريقة إذن واضح أنه هنا لم يعطيني شعاع ابتدائي إذا ومعنات الشعاع الابتدائي سيكون هو الشعاع الصفري حسب ما أخذنا في النظري وقبل ما نبدأ في الحال يجب أن نتحقق هل شرط التقارب محقق في هذه الجملة أم لا من الواضح أن A1-1 أكبر من A1-2 زايد A1-3 وذلك لأن A1-1 هو A1-1 أكبر من 2 زايد 1 والA2-2 في الجملة الثانية في المعادلة الثانية أكبر من A2-1 زايد A2-3 وواضح أن A2-2 هنا عشرة وهي أكبر من 1 زايد 1 A2-1 والA2-3 هي واحد واحد الآن كذلك في الأمر A3-3 هو أكبر من A3-1 زايد A3-2 وذلك لأن A3-3 بالقيمة المطلقة هو 8 أكبر من 2 زايد 3 إذن واضح أنه شرط التقارب محقق وبالتالي الجملة المتقاربة من أجل أي شعاع ابتدائي إذن ولكن ما هو عطيني شعاع ابتدائي فأخذ الشعاع الصفري من هنا كيف من المعادلة الأولى كما سلف وذكرنا يمكن أن نحصل على X1 إذن فائدة X1 ماذا يساوي 15-2 X2-X3 ومن المعادلة الثانية 10 X2 نحصل على أنها تساوي إلى 16-X1 X3 ومن المعادلة الثالث سالب 8 X3 يساوي إلى 1-2 X1-3 X2 هذه من جهة الآن من أسم على 11 في المعادلة الأولى إذن هاي أسمنا على 11 1 على 11 نقسم على 10 في المعادلة الثانية إذن هاي أسمناهم على 10 نقسم على سالب 8 هاي نقسم على سالب 8 الآن مركب العدادات K زائد 1 هنا العداد K زائد 1 هنا K هنا K لأني بعد لم أحسب أي قيمة إذن نأخذها من الشعار الصفري هنا الخطوة K زائد 1 هنا هذه محسوبة إذن أستخدمها من الخطوة التي تليها من الخطوة K هذه غير محسوبة أن أستخدمها من الخطوة القديمة هذه K زائد 1 إذن هذه هي المعادلات التكرارية الآن نبدأ ونعود في الشعاع الصفري إذا عوضنا في الشعاع الصفري فإن هذه الأشعة كلها ستكون أصفار وبالتالي سيكون شعاع الأول إذن إذا عوضنا في الشعاع الصفري في الخطوة الأولى فسنحصل على هذا الرقم إذا عوضنا في الشعاع لحساب X2 1 فإن هذه سأعوض عنها بدلالة هذه القيمة أما البقية فهنا سأعوض الشعاع الصفري لأن هذه لم تحسب بعد هنا سنحسبها سنأخذ الجديدة اللي هي هي وسنأخذ اللي طلعت معنا هنا ونعود فنحصل على الشعاع التكراري الأول من أجل التقريب الأول الصفري إذن هنا عوضنا بصفر صفر فحصلنا على هذه القيمة هذه اللي قلت عنها هذه أما هنا نستخدم هذه القيمة هنا نستخدمها مباشرة هنا الآن أما X3 هنا فغير محسوبة من أن نستخدمها من الشعاع الصفري طبعا هذا X1 0 X2 0 و X3 0 أما هذا فX1 1 هذا X1 X2 1 X3 1 هنا نحسب الأول إذا نعوض التنتين هنا نعوض هذا هنا ونعوض هذا هنا لأنهم محسوبات فحصلنا على الشعاع التقريب الأول بنفس الإسلوب تماما حصلنا على الشعاع التقريب الأول اللي هو X1 هذا نطبقه في الخطوة التي تليها فنحصل على الثاني الشعاع التقريب الثاني والشعاع التقريب الثالث والتقريب الرابع وتقريب الخامس وهكذا إلى أن أصل إلى المطلوب نأخذ مثال آخر أوجه بطريقة غوز زايد الحل الجملة التالية قبل ما نبدأ بأي شيء طبعا بدقة سلاسة أعداد وراء الفاصلة نتأكد منها الشرط الشرط هو أن تكون A1-1 أكبر من A1-2 زايد A1-3 وهنا محقق لأنه A1-1-1-5 أكبر من 2 زايد 3 وأتحقق أن A2-2 أكبر من A2-1 زايد A2-3 وهذا محقق لأن 22 أكبر من 3 زايد 2 طبعا بأخذهم بالقيمة المطلقة والA3-3 أكبر من A3-1 زايد A3-2 بالقيمة المطلقة وهذا محقق لأنه 20 أكبر من 1 زايد 5 إذن تحققت عندها إذن فإن الجملة متقاربة من أجل أي شعاع ابتدائي طبعا هنا لم يعطيني شعاع ابتدائي وبتالي فنأخذ شعاع ابتدائي هو الشعاع الصفري من المعادلة الأولى يمكن أن أحصل على X1 هو عبارة عن 1 على 45 مضروب 5 8 ناقص 2 X2 ناقص 3 X3 من المعادلة التانية X2 هو 1 على 22 ب 47 زايد 3 X1 ناقص 2 X3 من المعادلة التالت نحصل على X3 يساوي 1 على 20 مضروب 6 7 ناقص 5 X1 ناقص X2 نركب العدادات الآن هون K زائد 1 هون K زائد 1 هون K زائد 1 طبعا جاكوبي كان يركب هنا الخطوة K غوز زايد يركب قديم وحديث يركب من الخطوة الجديدة هلأ X1 نركبها من الخطوة الجديدة ناخدها من الخطوة K زائد 1 أما X3 لم تحسب فنأخذها من الخطوة القديمة هنا X1 و X2 حسبتها فأأخذهم من الخطوة الجديدة فنحصل على الدستور التكراري لطريقة غوز زايد الآن نطبق أولا بالشعاع الصفري فنحصل على القيمة الأولى نطبق بعد X1 حسبناها نضعها هنا وال X3 من الخطوة صفر مناخدها هي صفر X1 ناخدها من الخطوة الجديدة و X2 ناخدها من الخطوة الجديدة فإن حسب الشعاع التكراري الثاني وهكذا إذن هنا هذا النظام الخطي القطري مهيما بقوة لهذا سوف تتقارب بسرعة إذن هذه هي المعادلات التكرارية التكريب الأول إنه إذا لم يعطينا فناخده هو الصفر فنحصل على التكرار الأول إذن هنا نعود بالشعاع الصفري الآن لحصول على التكرار الثاني نعود هنا من الخطوة الأولى اللي حسبناها قبل قليل والخطوة الثانية هذه X1 حسبناها قبل قليل وكانت قيمتها أما X3 فمناخدها من الشعاع الصفري اللي هو هي الصفر فحسبنا لأن صار عندي X1 و X2 يمكن أن نعود لحسب X3 X1 و X2 إذا عوضنا هون هي X1 و X2 هذا هو هذا وال X2 حسبناه هو هذا عوضنا فحصلنا على التكرار الأول والشعاع التكرار الأول نحصل عليه بصورة عامة وبهذا الشكل نعوض هذا الشعاع للحصول على التكرار الثاني وبنفس الطريقة تماما إذن هنا التكرار الثاني هنا التكرار الأول هنا التكرار الثاني تكرار الأول هنا تكرار ثاني تكرار ثاني نعوض القيم فنحصل على الشعاع التكرار الثالث وهكذا الآن طبعا هو طالب مني سلاسة أرقام عشرية وبالتالي سأتوقف ولدينا الآن سنتوقف x13 x14 x23 x24 x3 x34 لو عوضناهم لو حصلنا على سلاسة أرقام بعد الفاصلة لدينا هنا سلاسة أعداد وراء الفاصلة عبارة عن أصفار بما أن قيمة الخطأ أقل من 0.605 إذن فالحل هو 1.2.3 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته